وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بما يضمن إتاحة هذا الموارد المائي غير المتجدد للأجيار القادمة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب فضلا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خاصة مشروعات تدعيم المنشآت المائية إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الري الحديث فضلا عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الطرع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كيلو متر بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية خاصة من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الري وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الطرع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفية وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الرئي عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الري لسيما دول حوض النيل حيث تحرس مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد خاصة من خلال حفر أبار المياه الجوفية وتطوير المجال المائية وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية كما تم في هذا الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وضعا في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الري مع دول حوض النيل بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعداد تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ العالمية كوب 27 ترجمة نانسي قنقر